من الميدان ومباشرة ننتقل إلى حلب ومراسل الإخبارية السورية وليد هنالي يطلعنا على آخر التطورات الميدانية وليد لو تضعنا بآخر تطورات الميدانية اليوم لديكم نعم حياكم الله زملائي في استوديوات الإخبارية السورية في هذا اليوم الذي حمل معه منذ ساعات الصباح الأولى تحليقا لسلاح الجو فوق الأحياء الشرقية من مدينة حلب وهنا نتحدث بأن الجيش يسعى بشكل أكبر عبر تركيز ضرباته الموجعة باتجاه معاقل الإرهابيين مميزا تماما بين المدنيين المتوجدين داخل الأحياء الشرقية والإرهابيين المتوجدين في تلك المناطق هنا نتحدث عن مظاهرات ما زالت مستمرة من قبل الأهالي على خلفية منعهم من الوصول إلى المواد الغذائية واحتكارها لدى الإرهابيين كان يوم أمس حافلا بوصول المدنيين إلى مستودعات الغذائية داخل منطقة بسان القصر والكلاسة وأيضا كان لهم بإخراج عدد كبير من المواد الغذائية وتوزيعها على أهالي وهنا نتحدث بأن انتفاضة جديدة قامت في وجهها الإرهابيين في تلك المناطق والأحياء الشرقية في تزامنا مع التخبط الكبير الذي يحصل داخل تلك المناطق بين الفصائل الإرهابية المسلحة وواقع الاقتتال الذي يحصل بين حركة أحرار الشام والجبهة الشامية وغيرها من الفصائل الإرهابية المسلحة الجيش يعمل بشكل أكبر وهو ما زال متواصلا في عملياتها العسكرية باتجاه الأحياء الشرقية لسيما عبر تسعة محاور هي زكيرات مستمرة من خلال التمهيد الناري مستمر ويأتي باستهداف معاقل الإرهابيين بكل قوة وضربات غير مسبوقة باتجاه الأحياء الشرقية ومستودعات الإرهابيين ومراكز تجمعاتهم التي استهدفت بكل دقة هنا نتحدث عن سلاح جو يقوم بتحليق مسبوك على مدى ساعة أو ساعة ونصف ويركز ويحكم هدفه ومن ثم يسدد ويرمي السدد ليحققه مئة بيئة المئة إذن العمليات مستمرة جيش يسعى إلى فصل وعزل الأحياء الشرقية ناريا ومن ثم لوحدات المشاهد وقوات النقبة لها الدور في الدخول والتسلل وعزل فيما أوصال المسلحين داخل الأحياء الشرقية ومن ثم تضييق الخناق عليهم وبالتالي يكون الجيش قد بسط السيطرة على الأحياء الشرقية التي تحتوي حوالي 275 ألف مدنيا هم عانوا معانوه من قبل ظلم الفصالة الإرهابية المسلحة المتواجدة هناك نحن نتحدث عن عملية تأتي مركزة وبكل دقة عبر خطط استراتيجية محكمة من قبل أبطال الجيش العربي السوري في الدخول إلى تلك المناطق إذن حتى لحظات سلاح الجو مستمرة في سماع حلب يركز ضرباته ويستهدف معاقل الإرهابيين بكل دقة يوم أمس كان هناك استهداف باتجاه معاقل الإرهابيين بتل حدية جنوب غر حلب وامتدادا أيضا إلى الحيدرية وغيرها من المناطق الأخرى المدينة القديمة بحسب اعترافات تنسيقيات المسلحين هم تحدثوا بأن الضربات أتت مركزة باتجاه معاقل الإرهابيين وهذا ما يحدث فعلا والجيش حريص والحكومة وغرفة العمليات العسكرية في مدينة حلب هي حريصة كل الحرص على حياة المدنيين المتواجدين داخل الأحياء الشرقية لاسيمة بالعودة إلى الحديث الميداني باتجاه الغرب والجنوب الغرب من مدينة حلب فالجيش يسعى وما زال متواصلا عبر عملياتها العسكرية وتزديد رمياتها المركزة باتجاه معاقل الإرهابيين في الراشدين الرابعة والخامسة من هذا الخط الممتد باتجاه خان العسل والمنصورة وملاحقة فلولة الإرهابيين بعد السيطرة على بلدة منيان وضحية الأسد الجيش يعمل الآن بتوسع نطاق السيطرة في عمق الإرهابيين إلى المنصورة وخان العسل وبعد هذه المناطق باتجاه الريف الغربي وجنوب الغرب من مدينة حلب هذا المحور المرتبط بالخزان البشري عبر ريف الشمالي لمدينة إدلب يعني سلاح جو يستهدف استقدامات المسلحين وتعزيزتهم التي تأتي مرارا وتكرارا عبر ريف إدلب الشمالي المرتبط بريف حلب الغربي إذن جبهات المدينة مشتعلة الجبهة الجنوبية الغربية مشتعلة بالتزامن أيضا مع جبهة الشمال الشرق من مدينة حلب باتجاه مدينة الباب إذن الجبهات تعمل بكل قوة من خلال قوات النخبة باتجاه الأحياء الشرقية وأيضا الجيش والحلفاء يصعون بالوصول إلى بلدة أو قرية النصرة وخان العسل لتأمين الأجزاء الغربية من مدينة حلب بشكل أكبر وتوسيع نطاق السيطرة وهنا نتحدث أيضا عن جانب إنساني لمنع وصول القزائف الإرهابية باتجاه منطقة حلب الجديدة وغيرها من الأجزاء الغربية التي ما زالت مستمرة بالتساقط وهناك اليوم كانت تساقط لقزائف صاروخية باتجاه منطقة حلب الجديدة كان هناك أضرار مادية وإصابات بين صحوف المدنيين هذا كل ما لدي حتى لحظات على أمل أن نعود إليكم زملائي في استوديوهات الإخبارية السورية برسائل قادمة من هذه المدينة مدينة الصمود نعود إليكم زملائي في استوديوهات الإخبارية السورية شكرا لك وليد هنائي مراسل الإخبارية السورية في حلب على كل هذه المعلومات شكرا لكم